الرحلة التانية واشتقت للبحر والسفر اشتريت كتير بضاعة وسافرت من بغداد للبصرة سافرت بالبحر مع جماعة من التجار وسافرت فينا السفينة من جزيرة لجزيرة ومن بلد لبلد تاني تجارتنا كانت رابحة وعملنا مصاري منيحة لحتى بيوم من الايام وصلنا جزيرة كبيرة بتطير العقل وفيها كتير شجر وفواكي وبتمشي فيها الأنهار نزلنا من السفينة بس ما لقينا حدا على الجزيرة أكلنا من الفاكهة وشربنا من ميت الجزيرة راحوا صحابي يتمشوا بالجزيرة وأعادت لحالي تحت شجرة عمقت فيا قدامي ساقية مي مع باية زهور على طرافها غلبني النوم وما عرفت قديش نمت ولما فقت من النوم ارتعبت وخفت كتير لأني دورت على رفقاتي بس ما لقيتلون أسر وقتها عرفت إنه راحت السفينة وكانوا عليها وما حدا انتبه لغيابي ركضت للشط مثل المجنون من خوفي ورعبتي وشفت السفينة عم تغيب عن عيوني شوي شوي لحتى اختفت عيطت من الوجع والخوف وغميت على حالي لما فقت من النوم صرت فكر ولوم حالي على هالرحلة المشؤومة واندمت على قراري بالسفر بس شو بينفع الندم طلعت حوالي بس ما لقيت حدا تعربشت على شجرة عالية وشفت كل جنب من البحر ما شفت غير المي والسماء طلعت تحتي وشفت بعيد عني قبة بيضة عم تلمع تحت الشمس نزلت من على الشجرة وركضت متل لحصان لحتى وصلت القبة يلي كانت عالية كتير لمست القبة ولقيتها نعمة ما في مكان لا تتعمشأ عليها وعملت لفة حواليها بس ما لقيت لا باب ولا شباك قست محيط القبة وكان المحيط خمسين خطوة حلت العتمة وانا مشغول عم اتأمل القبة وعتمت السماء وانحجب ضو الشمس لما اطلعت لفوق شفت طير كبير وقتها تذكرت شو سمعت من التجار عن طير العنقة وعرفت انه هاي بيضة الطير مو قبة حبط الطير وقاعد على بيضته وحضنها بجناحاته ونام شوي شوي طلعت على مخالب الطير شفت هون كبار متل جدوع الشجر شلحت عمامتي وربطت طرف منها بحالي والطرف التاني برجل العنقة بل كي تاني يوم لما بيطير بيحملني معه على مكان تاني غير هالجزيرة يلي ما فيها حدا وفعلا وقت الفجر طارت العنقة وانا عم شوف الارض تحتي عم تصغر شوي شوي حتى اختفت ضلت العنقة طايرة فيني لفترة حتى هبط الطير على الارض وقتها غميد دقيقة ولما فقت حليت عمامتي وفرحت لاني خلصت من هديك الجزيرة فرحتي ما دامت لما شفت الطير انقض على حية كبيرة بلعها وطار ضليت رائب الطير لحتى اختفى طلعت حوالي واندمت كتير لاني تركت هديك الجزيرة اندمت لانه من سوق حظي هبطت العنقة بمكان خطير كتير هالمكان كان وادي غميء محاوط بجبال عالية من كل الجهات وما في مكان تتعربشه ولا مهرب تعجبت كيف ما بخلص من مصيبة لحتى اقع بمصيبة قلعن من الاولى طلعت حوالي بارض الوادي لقيت حجار الوادي الماس طار عقلي من الفرح بس هالفرح ما طول لما شفت بالوادي حياية كبيرة الوحدة منها بتبلع فيل حظي كان حلو لانه هالحياية بتنام بكهوف الوادي ومغاراته بنهار لانه بيخافوا من العنقة عدوهن اللدود يلي بيبلعهن بس لما بتصير الدني ليل بتطلع هالحياية تفعي بالوادي ضليت عم امشي بالوادي طول النهار ولما اجا وقت الليل تخبيت بكهف صغير وسديت طاقته بحجر كبير مشان احمي حالي من شر الحياية اكلت شوي من الاكل يلي جبته معي من الجزيرة وحاولت نام شوي بس ما قدرت كنت عم اسمع الحياية عم يفحوا ويزحفوا قدام الكهف وانا مرعوب طول الليل متوقع يصير اي شي طلعت ضو الصبح واختفى فحيح الحياية وعرفت انه رجعوا عالمغاور تبعهن وتخبوا شكرت ربي وطلعت من كهفي ومشيت بالوادي وانا عم فكر بنهايتي الحزينة يلي وصلت لها شفت انه كل حجار الالماس يلي قدامي مالها ايمة وتمنيت لو كان في بهالوادي شي يتاكل بدل الحجار الغالية اعادت على صخرة مهموم بلا امل بالحياة وانعست وانمت فجأة انفقت خايف ومرعوب لما شفت الدنيا عم تشتي لحم عم ينزل حواليه على ارض الوادي من راس الجبل وقتها تذكرت شو كانوا التجار يحكوا وعن الطريقة السحرية يلي بيحصلوا فيها على الالماس كانوا يدبحوا خواريف ويصلخوا جلودهن ويزدوا اللحم على ارض الوادي اللحم كان يلزق بالالماس وكانوا نسور يجوا بعد كم دقيقة يخطفوا اللحم ويطيروا فيه لراس الجبل وقتها بعيطوا التجار عن نسور يلي بيخافوا وبيهربوا تاركين وراهن اللحم والالماس بعدها كل تاجر بياخد حصته من الالماس وبيتركوا اللحم للطيور الجيعانة كنت مفكر انه هالشي كان خرافة مابتة